موسيقى نحن نعيش في عصر حديث يعتمد على العلوم والمعرفة الناس تصعد إلى القمر والكواكب لقد بات القتال للسيطرة على الكواكب والآن هو عصر يتناقش فيه الناس حول الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات لذلك هذه الطريقة هي طريقة غير مناسبة لإقناع الناس في هذا العصر المتطور هل هناك نتائج إيجابية للضرب بالسيف؟ هل يفيد تمسك الناس بالدين في الدنيا والآخرة؟ هناك من يقول إننا نفعل ذلك لنشر الدعوة الإسلامية ولكن للأسف في وجود هذه الأفعال المخيفة لن يدخل أحد إلى الدين لذلك وفي اعتقاد أن ما يفعلونه هو شيء غير جيد ولكنني لا أستطيع تغيير رأي هؤلاء الناس يجب أن يتم منع ذلك في الأماكن العامة لأن هذه المشاهد ليست مختلفة عن مشاهد القتل والرمي بالرصاص والذبح وخصوصا الأطفال إن الأمور تختلط على الكثير عندما يتابع ذلك من بعيد هي هبة من الله أعطاها لنا نحن الدراويش نحن نعرف ما الذي نقوم به بوعي تام وهي حالة للدراويش إذا قام الشيخ بإعطائك الإذن والسماح فإنك تستطيع أن تفعل ذلك صراع ديني علمي فهم يعتبرون أنفسهم خارجين عن المالوف بينما يفسر آخرون هذه الممارسات أنها حالة نفسية لها ارتباط مع الوعي وفقدان الوعي إن هذه الحالات هي دخول الشخص في مرحلة اللوعي سأذكر لك أحد الأمثلة للتوضيح لدينا حالة تسمى التنويم المغناطيسي الهيبنوتيزم هناك دوران في هذه العملية الأول هو الشخص المنوم أي أحدنا ينوم الشخص الآخر مغناطيسيا أي أنا المنوم وأقوم بتنويمك مغناطيسيا أنت الذي تنام في هذه الحالة هناك اتصال أو جسر لا مرئي بين عقلي وعقلك تكون هناك توليفة واحدة بيننا حيث تفعل أنت كل ما أطلبه منك وهذا ليس له علاقة بالدين فكل الممارسين في البرسيكولوجيا يفعلون ذلك